حيو الاجل المغمرات يا حي مركوب الثلاء اشواطنا مستمر مشاهدين متابعين الكرام والانطلاقات تتوالى شوطنت الوالاخر في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الرائعة مع هذا السن السن الاصغر والاجمل في هذا العالم الساحر تعلن انطلاق شوطنا الرابع في تعداد اشواطي صباحي هذا اليوم الشوط الرابع وهو الشوط الخاص بالجعدان في مسافة ورحلة الثلاثة كيلو مترات تنطلق هذه الاسامي تنطلق هذه الشعارات باحثة عن تسجيل نقطة ذهبية على ارضية هذا الميدان نسير مشاهدين متابعين الكرام بالصدارة نتابع بداية هذا الشوط نتابع المقدمة مع هذه الاعداد الهائلة مع هذه الانطلاقات المتميزة صدارة هذا الشوط واللي قادر مجموعة الحذر للسعيد بن سهيل بالحطم العامري من يقدم الحذر بهذا الانطلاق يلي مع المركز الثاني اديب لحمد بن عبد الكريب بن مزعل بن عثمان السعيد ياتي ايضا اديب على مستوى المركز الثاني المركز الثالث يصل يتقدم نايف لحرام بن راشد بن سيف لغفلي وعلى مستوى المركز الرابع من الجانب الاخر الحنيش لمحمد بن احمد بن عبيد الخاطر يليه مع المركز الخامس التسلل مع شارد للسلطان بن مسعود بن سعيد النيادي ياتي بدوره على مستوى المركز الخامس سادس الانطلاقات يتسلل عزام لغدير بن علي بن سعيد النيادي وعلى مستوى المركز السابع وصول من نواف لمحسن بن علي بن محمد الوهيبي بينما اذن طلقنا مع المركز الثامن أرد تقدم في هذه اللحظات أيضا من الثيب لعبد الهادي بن مسلم بن احمد بن حربي العامري وعلى مستوى المركز التاسع ينطلق أرامكو لراشب بن سعيد بن علي الزرعي عاشر الانطلاقات عاشر التحديات مشغل بشعار أحمد بن عبيد بن مبارك نكتبي هذه النتيجة هذه النتيجة النداء الأول للعشر المراكز المتقدمة في مسافة ورحلة الثلاثة كيلو مترات ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية وأرى هناك نايف أرى نايف اللي قادر مجموعة بشعار حرام بن راشد بن سيف الأغولي أهالي أم القيوين يتابعون هذا الانطلاق هذا الاندفاع المتميز اللي قدمه اللي قدمه اللي قدمه نايف يليه مع المركز الثاني نواف محسن بن علي بن محمد الوهيبي ولكن اللي وصل من الجانب الآخر أديب أديب لحمد بن عبد الكريم السعيد من ينطلق مع تحديات أديب مع المركز الثالث المركز الرابع وصول وتحديات شارد للسلطان بن مشعود بن سعيد النيادي من يتقدم ولكن اللي وصل اللي وصل مشغل بشعار أحمد بن عبيد بن مبارك أهالي اكتب ما شاء الله ما شاء الله التحديات القادمة مع العمال لخليل بن سالم بن حمد البطين ومن الجانب الآخر من الجانب الآخر ولكن اللي وصل اللي وصل للذيب لعبد الهادي بن مسلم بن حربي العامري هذه النتيجة للمراكز المتقدمة ولكن لنا عودة مع الصدارة مع بداية هذا الشوت ونايف على الصدارة نايف على المقدمة يقدم أحلى حروض حرام بن راشب بالسيف الغفري من يقدم من يقدم نايف وصل مع المركز الثاني التحديات التحديات نتابع ناصي عتيج بن مطر بن حسن اللي قبيس ما شاء الله قرأ بموازين الشوت راسا على عقب انطلق بالصدارة انطلق بالمقدمة يقدم هذا الاسم انطلق بتحدياتي هذا الشوت بهذا الأداء المتميز ناصي 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 على الصدارة ناصي على المقدمة أهالي العاصمة هم الأقرب هم الأقرب لناموس يالا شوت بتحديات ناصي عتيج بن مطر بن حسن القبيسي ولحظات وصوله لحظات وصوله واغتراب من خط النهاية تهانينا والناموس المركز الثاني نواف محسن بن علي بن محمد الوهيبي المركز الثالث ياتي العمال لخليل بن سالم بن حمد البطين المري المركز الرابع المركز الرابع المركز الرابع مشغل أحمد بن عبيد بن مبارك الافتبي والمركز الخامس اذيب بتحديات عبدالهادي بن مسلم بن أحمد بن حربي العامري هذه النتيجة مشاهدين ومتابعنا الكرام لمراكزنا الخمسة المتقدمة لنا عودة مع التوقيت الزمني ونحظات وصوله إلى خط النهاية بهذا الانطلاق المتميز وبالتحديات ناصي ياتي بتوقيت زمني مقدار أربع دقائق ثلاثة وثلاثين ثانية بالوفاء والتمام تهارينا لعتيج بن مطر بن حسن القبيسي وسلام بوضا بلسلام مع هذا الأداء المتميز نواف مع المركز الثاني أربع دقائق أربع وثلاثين ثانية بالوفاء والتمام تهارينا لمحسن بن علي بن محمد الوهيبي على فوز روافة مع المركز الثاني بينما اللي وصل مع المركز الثالث هذه لحظات وصول العمال أربع دقائق ستة وثلاثين ثانية جز واحد من الثانية تهارينا لخليل بن سالو بن حمد البطين المري تهارينا للجميع والنموس موسيقى 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 موسيقى